بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم ان شاء الله في الحلقة دي مع بعضينا عن حاجة اسمها التوتالينس التوتالينس يعني ايه لو انا مثلا عايز اجيب اطوال مجموعة خطوط هتقول لمنطقة البسيطة انت ممكن حضرتك تروح هنا كده وتجيب طول الخط ده اهو كده وتسجل في ورقة مثلا الخط ده مثلا طوله 125 وتسجل في ورقة وبعدين تجيب طول الخط ده اهو وبعدين تسجل في ورقة او تحفظهم وبعدين تجمع الخطوط ده على بعضي او ممكن من هنا كده من مجر اهي تروح تجيب طول الخط ده معلاش مش عارف يا مش شغالة ليه المهم ايا كان تجمع الاطوال ده مع بعضيها وتروح تجمعهم مع بعض لو اقول لك مثلا لو انا عايز اعمل حصر سريع مثلا حصر لأطوال لكميات المباني اللي موجود هروح اعمل كده لو انا عايز اعمل حصر سريع في خلال مثلا تلات دقايق يكون كميات المباني بتعددور كلها معاي عارفة او عايز اعمل حصر سريع للسميلات في خلال دقيقتين السميلات كلها بقى عارف حصرها هل انا اروح بقى اجيب السميلات سميل سميل وايس المسافة بيناتهم لا اه في حاجة ممكن تجيب عن طريقها الاوتوكاد نفسه مفيش الخاصية دي مفيش خاصية ان انت تعلم له على مثلا اه ست سبع عشر خطوط كده وتقول له اه انا عايز الطول بتاعهم ودبلك الطول بتاعهم بس فيه اه يعني الاوتوكاد نفسه مفيش الامر ده بس انت بتروح تحمل الامر ده من برا عن طريق حاجة اسمها لزب بتحمل للاتوكاد امر خارجي يقوم هو منفزه عنده في الاتوكاد الامر الخارجية اللي انت بتضيفها للاتوكاد دي اسمها لزب او لزبس شكلها بيبقى عامل ازاي اهو ده اسمه التوتا اللينس اهو ده اللي احنا بنتكلم عليه النهار ده برضو حاجة اسمها التوتا الاريا هنتكلم برضو عليه المحاضرة الجاي التوتا الاريا التوتا اللينس اهو بتروح تحطه في البرنامج بطريقة معينة هقولك عليها دلوقت وبعدين بتكتب الاختصار بتاع التوتا اللينس اللي هو تي ال اي ان يقوم يقولك هو حدد كل الخطوط اللي انت عايز تجيب لها اللينس بتاعها او الطول بتاعها يقوم جايبوه لك بمنطهة البساطة ازاي نجيبوه من قيمة تولز اهي وبعدين نقوله ندوس عليها اهو جاي هو بيقول لي هنا كده اختار اروح اختار الحاجة طبعا بتختار من هنا تدور على الفايل بتاعك من هنا انا طبعا كنت جايبوه قابليها تختار التوتا اللي انت ساوت ودوس عليها تدوسها كده اهو بيقولك انت عايز تعمله لود قل له عايز اعمله لود وبعدين تقول له هنا لود وبعدين هو كده تحمل شايف انت حضرتك اللي بينه قوسين ده ده الاختصار امتداده في الاخر او لزب تقول له لود اهو حملته وبعدين تقول له عايز بقى تشغل الامر تدوس يلا تي ال تي ال اهو هو قابولك اهو بيقولك اي انا اختار الحاجة اللي انت عايز تجيب لها الاطول بتاعي تقول له والله انا عايز ايه الحاجة دي كده وبعدين دوس انتو راح اجاب لقالك ان الحاجات دي ميتين سبعة وعشرين بوينت اهو تمانية ستة تمام يبقى ده توتا اللينس بمنتهى البساطة اهو لو حضرتك جيت عملتي دي كده اهو بتاعي نشوف طوله اهو سبتاشر تسعة وتمانين اهو وبعدين جيت قلت له هنا اتوتا اللينس وبعدين علمت له على ده جاب لك نفس الرقم اهو بضقة كمان تمام لو انت مسلا بتاعي نجرب مسلا على القرش ده كده اهو تقول له احنا عايزين دول كده جاب لك التوتا اللينس بتاعهم اهو تمام يبقى ده امر التوتا اللينس طيب يعيب هذا الامر حاجة فيه مشكلة في الامر ده تعالوا ناخد حاجة كده مع بعضين تعالوا نرسم خط اهو وليكن وليكن الخط ده هرسموا مثلا ايه اه الله المصلى عن النبي عشرين متر اه دي العشرين متر بتاعت تعالوا نروح نروح نغير اللير بتاع البيم دي ونخلىها اللير مثلا اي لير تاني وتعالوا نرسم نفس الخط اهو من هنا هنا كده اهو لهنا كده اهو هسألك سؤال يا باش مواند اه لو كنت خفيت عنك الحتة دي وكنت روح تقولت لك هات طول الخط ده طول الخط ده كنت هتعمل ايه هتقول بمنتهى البساطة دي ال ايه ان اهو ان اهو وتروح تجيب قوله الخط بالسالع النبي اهو هدو طوله اهو طلعلك طول الخط اربعين الله ده طوله يا جدع عشرين مش اربعين اهو انت لو جيت هنا كده بمنتهى البساطة اهو طوله عشرين مش اربعين ليه بقى لان دي خط تحت الخط بتاعك انت مش شايف فقاسلك طول الخطين مرة واحد طب تعمل ايه اولا ممكن لها حلية الحل الاولى انك تم تكتك تكتب تي اللي ايه ان اهو وانت بتختار الخطوط ما تختارش كده لا غلط اختار كده تدوس دوسة واحدة على الخط وتروح يا هنا الخط دي تدوس دوسة واحدة عليه دوسة واحدة كده ليه لا يختار لك الخط اللي على الوش ما يختار لكش الخط يختار لكش الخط الخطين مع بعض لا يختار لك الخط اللي على الوش بس يبقى انت كده ماشي صح وتدوس يجيب لك طوله الخط ده وطوله الخط ده خلاص يبقى انت هنا طيب هل انت برضو انت عندك مجموعة سيميلات كتير او عندك مجموعة حيطان كتير عايز تجيب لهم التوتلينس بتاعهم عشان تضربهم في العرض عشان تضربهم في الارتفاع تجيبت تتعب بسرعة هل انت هتوقع تختار حتة حتة كده برضو صعب لأ انا عايز بمنتهى البساطة اعمل كده اجي مختار على طول طيب ده يخليك تروح لامري تاني اسمه الاوفر كيل الاوفر كيل ده بيعمل ايه طب تعاني اعمل برضو حركة كده قبل انتكلم عن اوفر كيل لو جيت قلت موف للخط اللي على الوش ده كده اهو وخدته كده اهو شايفينه الخط ده الخط التحتاني اهو بيبدأ من هنا وينتهي من هنا وينتهي هين وده الخط الفوقاني بيبدأ من هنا وينتهي هين عشان بس افهمكم الفرق بين الخطين طيب تعالي ارجح كده وندس كنترول زاد اهي احنا اتفقنا ان هنا في خطين فوق بعض طيب انا مش عايز اي خطوط بقى راكبة فوق خط فوق خطوط انا عايز اي خط راكب فوق خط يتحولوا لخط واحد ليه باش مواندس عشان لما تيجي تستخدم ما يحسبهم لكش خطين يحسبهم لخط واحد يعني تعالي نجرب كده تاني امكاني يحكون احنا غلطلين اهو اهو وبعدين اخترت الخط الجميل اللي انا نفكره خط واحد ده الخط الجميل اهو ده يقوم يقول لك الخط الجميل ده اهو حتى قالك تحت هنا يا باش مواندس اتنين مش واحد قالك دولار بعيد لأ انا بقى عايز انهي الموضوع ده انا عايز ادمج الخطين دول في خط واحد الامر اسموه بيجي منين اهي عامل زي الماكنة سواء او المقاشة معناها هو بقول لك ايه دليت دبليكيت اوبجيكت دليت دبليكيت اوبجيكت او اختصاره من لو انت عايز تشغل تكتب اوفر اوفر كيل اهو اجابه لك حتى في الاولى وتدوس انت بقول لك اختار لي الحاجات اللي انت عايز تعمل له اوفر كيل في الحالة دي بقى انت تروح تختار اختار كل السميلات اختار اللوحة بتاعتك كلها يجيب لك اي خط تحته خط يمسحهم لك يخلهم لك خط واحد على طول كده فتقول له انا عايز والله انا عايز اعمل اوفر كيل للحاجات دي وتقول له انت تقوم انت في تعلم له على كل الحاجات دي هو ايش معلم على الحاجات دي تقوم معلم له عليها وتقول له اوكي كده انت عملت اوفر كيل تعالى بقى نشوف التوتا اللينس تاني اهي وتروح تقول له اه علم لي بقى على الشوية دول. شايف تحت قال لك يا باش مواندس قال لك وان فا واند. حاجة واحدة بس ليه? لان هو مساح لك الحاجة اللي تحتها. وتقول له انتر جايبها لك بكم بعشرين? يبقى انت بقى عايز تستخدق. اسمع مني. عايز تحصر السميلات بسرعة. عايز تحصر المباني بسرعة. ما تروحش بالضايمنشن وتقول لانا عايزة جد وده بكزا وده بكزا وهطور او امليك وتملييني ونقعد نحسب مع بعضينا وتجيب الالف الاخر وتجمع لا. بلير ايزوليت اخفي الاواعد اللي عندك كلها. اخفي الاواعد المسلحة واخفي الاواعد العادية. وخلي بس السميلات هي اللي باينها. ان شاء الله بازن الله هنشرح كرس كويس للحصر. اه لحصر الكميات اه قريبا ان شاء الله. ويقوم ظاهر لك ايه السميلات بس. يقوم ظاهر لك السميلات بس. السميل اللي بيبان في البلان عبارة عن ايه? خطين. خطين في البلان. كده. تقوم بامر هنا كده. تقوم معلم على السميلات كلها. ليه? لان لو في خط تحت سميلة ولا حاجة يمسحولها. يعني يخلينا بكل الخطوط وان لاير او سينجل لاير. وبعدين تقوم بامر توتال لينس. تحمله وتكتبه تقوم جيب التوتال لينس بتاع الخطوط كلها. وتقوم تقسم الرقم اللي يطلع لك على اثناء. ليه? لان كل سميل متمثل بخطيق. مش بخط واحد. بخطيق. وتقوم تقسمه كده هو جاب لك اطوال كل السميلات. انت عندك كل السميلات. معظمها يعني مسلا. اولياكم في اللوحة. عرضها مسلا تلاتية. نبقى تضرب الطول اللي يطلع لك. فبوينت تلات. وتضربه مسلا فبوينت تماني. ارتفاع السميل. يبقى انت هي راكب تتكعب كل السميلات. في دقيقة مش تلات دقيقة كمان. يبقى ده كان امر. زائد امر ان شاء الله المحاضر الجاه هنتكلم عن. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.